سان المنافق يعيش متذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء تتقلب أمزجته تتلون كلماته تتغير مواقفه تتبدل أفعاله بناء على أي شيء ليس لديه ميزان ولا هدى من الله ولا يسير على طريق مستقيم يسير وفق أهوائه تتقاذفه المصالح الناس هذا النفاق الذي يجعل الإنسان يعيش صراعا نفسيا مريرا لو لم يكن في النفاق إلا ذاك التقلب والتذبذب في المواقف والآراء والأمزجة والاتهامات لكفى به عذابا فكيف وقد توعد الله جل شأنه لهؤلاء بالعذاب قال أعد الله لهم عذابا شديدا تقول لي لماذا يكشف القرآن ويأتيني بعشرات الأوصاف والممارسات والسلوكات للمنافق أقول لك لأجل أن يحذرني أنا وأنت من النفاق تقول لي كيف أقول لك لابد أن نبقى دوما وأبدا نتفقد قلوبنا نتفقد مشاعرنا نتفقد أفعالنا نتفقد نياتنا نقوم بعملية تأمل في ذواتنا مرة بعد مرة المؤمن غايته الصدق هدفه الصدق يروم الصدق يتفقد القلب ليرى مدى تمكن الصدق فيه والصدق عكس النفاق فلما كشف القرآن آية بعد آية كل هذه الممارسات ليحذر من الوقوع في النفاق إضافة إلى عشرات الغايات والمقاصد منها أنه يحذرك من تمكين المنافقين في مجتمعاتك المنافق إذا تمكن من مؤسسة أفسدها جعلها خوية على عروجها